الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يسأل عن الكفت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكفت في الصلاة نهى رسول الله عن الكفت وثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطنا أو ضم الثوب بعضه إلى بعض بعضه إلى بعض أثناء الرقوع بما يجسد العورات هل الكفت النبي نهى عن أو قال الصحابي أمرنا أن لا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة والجمهور يقولون قبل الصلاة وفي ثناياها يعني أنت داخل للصلاة وأنت في ثناياها تمنع ومن العلماء من قيد الفعل بالصلاة أخزم بظاهر الحديث أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة